مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي خلينا نشوف الطاقة العاملة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شعر فه كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن أنت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة فيه هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد وراه مفتاح فمبين إنه كل واحد عارف مفتاح التاني وكأنكم إلكم فترة طويلة عم بتكون مع إنه هاي الفراقة مش عاطفية بس بيّنت فيها العاطفة بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل صفورة يعني مش بس صفورة هي على علاقة ثلاثية بهرب منها أنا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي بعد ذي ها رح يكون اللي هو إنت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار أو قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الانتصار لإلك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن أو عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الإشي من زمان وهلأ عم بيتحقق أو إنه منزل جديد أساسا يعني مش إنه ما كان عندك يعني مسكن وصار فيه عندك أو كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار فيه عندك بيت أو عم تنوي على هذا الإشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بإيدك المفتاح هذا أو ممكن يكون مفتاح سيارة أو مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس إنه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي أساسا متبادلة رح تحاولوا إنه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي ناس اللي سافرت أساسا أوريدي من برج الجدي ما توفقت إذا كانوا سافروا بأول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا أنا بقولهم أصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا أو كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن أنك الرجوع للشغل معين أنت تركته لبلد معين يعني فيه ببالك شي كبير مصيري أو الرجوع للحبيب ولكن معلق يعني تركها على ربنا وكأنك أنت يعني حط زي ما بقوله حط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول إنك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايدي يعني ممكن يكون بشكل عام ما عم تقدر تتحرك هاي الفترة في أمور رابطيتك ولكن أنت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو بأي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة مقلوب خليه مقلوب آه الكروت كلها مقلوبة بس هدا خليه مقلوب مش بشكله ليش في جدي حاب بتعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح ولي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري لا انا بقولك امسك عصابك هاي الفترة عم بتقوم صعبة على كتير من الناس فامسك عصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب بالورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك او كنت يعني حاسها انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة فهي لا ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف التاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حالو ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الاخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه فهي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف فيه الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأسر عم بيأسر او عم بتفرج او عم براقب او عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من مواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك اه يمكن تعمل يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه سترس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة اه في كتير ناس الحبيب رح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد انه انت رح تطده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما رح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما رح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة رح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك رح تنفتح اه بشوف فيه شخص اه ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اه اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط اه على فكرة انت شخص يعني ما يخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير روانسية ما بعرف ليش ما عم بتعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الآخر آآ بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاق مش عارف ليش يعني آآ الطرف الثاني بتهيقلي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معا بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للأمور فيه تصحيح للأمور طيب ناخد آآ نصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوي مش عارفة لأي برج آآ اللي هو تستعين بالآخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شيء بايدك آآ حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انت قدت وانه انت ما عندك شيء آآ بس لا بقول لك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي لانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هادي نفس الشي بيقول لك بيقول لك مش عيب انك آآ تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضرور قدام حدا يزدك لحالك بس تطلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقول لك اهتم في حالك اكتر اكتر ما تهتم بالاطراف التاني خلص يكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل آآ اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف بنطلع لك هذا الكرت آآ هون بيقول لك انه انت راح تكون في يوم من الايام آآ شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيال ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاده طلع مقلوب اها يلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت آآ خلينا نقول المذنب بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني آآ فا بس كالعادة في علاقة ثلاثين بيني في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على على القراءات يعني حتى بال بالنصائح بيّن انه فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث احرقها يعني اطلعها من الورق آآ المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك آآ صح انه بداخلك هاده الاشي ما بتطلعه كالعادة آآ ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتقنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا امام يعني ما تحس بتقنيب الضمير آآ ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة عبايق وبرج الجديد عبايق وبرج الجديد بصوص در الجديد و vão ستقيت تخصيل